جميل الشيخ الكريم يعني حج أجبة الله الحرام وهم يؤدون هذا النسك العظيم حريصون جدا لأن يكون حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا لله عز وجل ما هو الجزاء المنتظر لمن قام بالحج المبرور أحسنتم شك أن الحج من أجل الأعمال وأعظمها وقال كما جاء بعند مسلم وغيره أن عمر العاصر رضي الله عنه لما أراد أن يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه فقبض عمر يمينه نعم قال ما لك يا عمر قال ردت أن اشترط قالت اشترط ماذا قال أن يغفر لي قال ما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبله وأن التوبة تهدم ما كان قبله وأن الحج يهدم ما كان قبله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ينته أمه يرجع نقيا من الذنوب حتى قال بعض العلم إن الحج المبرور يكفر الكبار والصغائر بل جاء ما هو أعظم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وكل مسلم يرجو هذا الجزاء هو السلعها الغالية وهي الجنة فهذه بعض فضائل الحج بل جاء أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير وخبث الحديد والذهب والفضة ثم ختم الحديث بقوله والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة